بشوف ناس كتير قوي بتقولك انا ما بكملش في الديت علشان فلان احبطني او فلان سمعني كلمة وحشة رغم ان فيه ناس بتسمعك كلام حلو بشوف دايما ناس بتبص على الحتة الظلمة تبص على نص الكباية الفاضي وتسيب المليان تبص على الحاجات السلبية وتسيب الايجابيات هو ده الشخص اللي دايما يعني بيحاول يدور على اي حاجة يتلكك بيها لما تيجي تقوله وتسأله انت ليه ملتزمتش لغاية دلوقتي يقولك اصلا عندي ظروف اصلا عندي مشاكل اصلا عندي ويفضل يقدي مبررات لنفسه ولما بتخلص المشاكل ولما بتخلص الظروف ما بيلاقاش حاجة او ما بيلاقيش حاجة يدور عليها يعد يدور على اي شيء حتى ممكن يتلكك بينا احنا يعني احنا يقولك اصلا انا مش فاهم النظام بتاعكم يعني يعني مثلا نظام سهل جدا ونظام تشرح يجي ميت مرة مثلا لكن لا او اكتر كمان لكن لا هو يعني بيحاول يتلكك فسدقني اوعى تعد بص كده للناس اللي بتحبطك او اوعى تبص للحاجات السودوية في حياتك وبص على الايجابيات خليك مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيعينك لكن طول ما انت مركز مع الناس طول ما انت مركز مع المشاكل سدقني عمرك ما هتتغير وده انا يعني ده انا وجهته انا شخصيا وجهته انا شخصيا في كل مراحل حياتي من وانا صغير خالص اللي كان الناس بتزعقلي مثلا لما ننزل نلعب زمان بقى ما كانش في نوادي والكلام ده كله كنا ننزل نلعب في الشارع كده شوية كورة وبتاعنا نحط حجرين ونلعب في الشارع ومش عارف ايه ننقل في مكان تاني تلاقي ناس تزعق ممكن نلعب في الصحرة تلاقي برضو في ناس بتزعق فتلاقي نفسك ان الناس بتحبطت من اول يوم انت اتوجدت فيه في هذه الحياة فكان الرد فعلك لو انت بقى خلاص انا مش هلعب وخلاص لا كنا نغير اللعبة ونلعب لعبة تانية ما تعملش دوشة او ما تعملش طراب المهم كنا بنعمل اللي احنا عايزينه ولكن من غير ما نضر الناس اللي حوالينا فالفكرة كلها طول ما انت عايز تتغير هتفضل تحاول طول ما انت عايز تتغير هتفضل تعافر مع نفسك طول ما انت عايز توصد صدقني هتلاقي نفسك ان انت بتدور على كل النقط الحلوة والنقط المنورة علشان تجري عليها هتلاقي فيه ناس زينا كده بنحاول نساعدك بنحاول ان احنا نقف معاك بنحاول ان احنا نزوقك كده دفع للامام هتقول والله انا ممكن اخص علشان الناس الجميلة دي الناس اللي بتساعدنا دي وهتلاقي نفسك ان انت فعلا اتغيرت فما تسيبش نفسك للمحبطين تسيبش نفسك لمبرراتك وظروفك ومشاكلك والحاجات دي كلها صدقني السمنة مشاكلها هتبقى اكبر بكتير جدا وده هتشوفه بعد كده في المستقبل اذا ما كنتش شفته دلوقتي فاهلا بيكم وتحدي جديد تحدي الثامن من تحدياتنا هخلص من كرشي وارايح نفسي فهلا بينا نروح نشوف شرح التحدي الثامن اللي انت لو تشارك معنا فيه قول اجل قبلته هذا التحدي أهلا بيكم ابطالنا والتحدي الثامن ونبدأ بنظام جميع الاوزان هتلاقي عندنا اول اربع ايام في الاسبوع سبت وحد واثنين وثلاث هيبقى عندنا نظام واحد تقدر ان انت بقى تاخد اي بند في اي يوم من اي وجبة وتغير في اليوم التاني براحتك تسبت براحتك يعني ايه يعني مسلا ده النظام اللي هتمشي عليه اربع ايام نظام مليان اكل ومليان اختيارات فالنهاردة مسلا عندنا اربع اختيارات او النهاردة اخدت مية وعسل بكرة اخدت تلات طمرات وحليب بعده اخدت ثمر الفاكهة بعده اخدت تلات حبات اراسيا فانا كده عملت نظام اهو لحتى لتنشيط الحر يعني كل يوم حاجة طب انا هاخد احب مسلا العسل يا بشوانز خلاص خد العسل بحب الحليب والطمر بس خلاص ثبت الحليب والطمر براحتك مفيش مشكلة انا بتكلم ان انت تقدر تنوع كمان خلال الايام الفطار نفس الكلام في نشويات مع البروتين والخضار خدت النهاردة اليوم ده اليوم اللي بعديه خدت تاني بنت اليوم اللي بعده خدت تالت بنت سبتت على حاجة بحب الفول مسلا بحب الجبنة القريش برحتك برضه خالص انت عندك ده وعندك ده اختيارات ه 역시 عندنا النهاردة او في اليوم ده في الاسبوع ده هيبقى عندنا البروتين النباتي طيب هتقول لي يا بشو مهندس هل ينفع ان انا اخد مثلا يومين بروتين نباتي ويومين اخده من بروتين حيواني مسلا او الكلام ده كله مفيش مشكلة ارجع لاي نظام خد منه او استنى للتعليمات انا هقولك التعليمات فيها بدائل البروتين تاخد منها بدائل البروتين بالكميات اللي انت عارفها او ترجع لاي نظام تاخد البدايل بالكميات اللي انت عارفها مفيش مشكلة تلات سمكات نص دجاجة كلام ده كله تاخدها بديل للبروتين النباتي. النشويات زي ما انت شايف كده عندك اا نص كمية النشويات والخضار. العشاء هيبقى ممنوع فيه النشويات. ازا عندنا فطار فيه نشويات. غدا فيه نشويات. العشاء بدون نشويات وعندنا ثمرت فكرة. فيعني هيبقى اسبوع او اول اربع ايام يعتبروا الاسبوع بالكامل كويسين. تعالى اليوم الاربع والخميس هنلاقي عندنا الفطار فيه نشويات. البروتين النشويات ممنوعة فيه الغدا. العشاء فيه نشويات. يعني عندنا وجبتين فيه من نشويات. اسبوع لطيف ما اعتقدش ان هو هيسبب لك اي آآ قلق يعني. تعالى بقى اليوم الجمعة واجمة مفتوحة طبعا في الفطار واجمة مفتوحة في الغداء. نظام المرضعات هتلاقيه ما يختلفش كتير طالما فيه نشويات فمش هيختلف كتير. المرضعات بس بينسونا اول ما بيلقوا ما فيش نشويات في جميع الاوزان. فعندهم اول اربعة ايام زي ما انتم شايفين نفس الكلام بالزبط مع اختلاف بسيط في الوجبات الخفيفة. يوم الاربعة والخميس برضو نفس الكلام فطار وعشا فيهم نشويات غدا بدون والوجبات الخفيفة فيه بتزيد حاجة بسيطة. يوم الجمعة مفتوح. ونظام الاشبال نفس نظام المرضعات بالزبط بنفس الوجبات الخفيفة مع اختلافات بسيطة في الوجبات الخفيفة. الاربعة والخميس الجمعة مفتوحة. نظام الاطفال بيختلف. طيب تعال نشوف الاطفال. الاطفال فطارهم فيه نشويات كاملة. الغدا فيه نشويات كاملة. العشا بدون نشويات. ده اول اربع ايام. الاربع والخميس هيبقى عندهم نشويات في الفطار برضو كاملة. الغدا فيها نشويات العشاء بدون نشويات. ويوم الجمع مفتوح طبعا في كل الانظمة. كده نكون انت هنا من شرح سريع للتحدي الثامن. اتمنى ان انت هتكمل معنا وتشوف بقى التعليمات علشان تستفيد اكتر استفادة بالنظام وتشوف البدائل الكتيرة اللي هتفرق معاك في النظام. تعال كده نشوف التعليمات اه وهتلاقي عندنا اول حاجة في التعليمات بيكون عندنا عشر تعليمات. عشر تعليمات اقراهم بس كده. انا عايزك كده تبص عليهم المية النوم اه الانتزام بالنظام الغذائي. اه ان انت ممكن لو انت بتحس عندك امساك مسلا او عايز تحافظ على نفسك من امساك كوباية مية فترة فترة مش سخنة فترة تمام كده. اه على الريق كده هتفرق معاك بشكل كبير. الرياضة الحركة كهو البيت برا البيت في اي حتة معلات الطعام من زيت مهمة قوي. الخضار مهم جدا جدا لو انت خايف من خايف من من التراهولات من الحاجات دي كلها خايف من الامراض. اه دي بترفع المناعة بشكل كويس جدا الخضار مهم جدا مصدر جايد للفيتامينات الالياف. اه الاملاح والمعادن مهمة جدا. وكمان لو انت عندك بقى يعني جوعة في اي وقت تقدر تشرب شربة خضار. فاصول ياكوسا بروكلي. اللي بتاعدي عن الميزان طبعا عدم استخدامه شكل المتكرر. الناس يعني بتبقى راحة جاية على الميزان. اه مغلل بقدونس مهمة اوي لو انت مسلا عندك احتباه السوائل بعد اليوم المفتوح تقدر ان انت تاخد مغلل بقدونس مرة كده. اه على الريق. يوم السابت ومرة يوم الحد مسلا. اه هيفرب معك بشكل كبير جدا. دي بقى معلومات هتفيدك دي معلومات اكتر شوية كده ممكن عايزك بس تقعد تقراها. اه تستفيد. يعني تستفيد. يعني مسلا عندك العسل النحل يكون اصلي. تأكد ان هو اصلي. عشان ممكن تلاقي نفسك ان انت ماشي على النظام وتخسيش. ايه ده? تطلع ان الراجل انت بشتري منه العسل مسلا بيدرب العسل. بحط عليه سكر كتير. بتلاقي نفسك بتاخد سكر. طيب اه مسلا لو انت اه الماشي. طب انا بقى تماشى ليه? عشان تحسن من حالتك النفسية ترفع من الحرق بتاعك الكلام ده كله. طب انا بعد اليوم المفتوح مسلا بحس ان انا شاهيتي مفتوحة بلغبط وببوز الدنيا طبعا اعمل ايه? هروح ايه لك مسلا ايه? ممكن تصوم. صوم يوم السبت. يعني صوم صوم لله. يوم لله كده. يوم السبت. تلاقي الدنيا زبطت معاك. بس هتلاقي يعني هتلاقي معلومات هتفيدك بشكل كبير جدا. صدقني والله يعني انا عايزك بس كده ايه? تبص عليها يعني. هي بقى يعني ست حاجات. ست حاجات لو انت عملتها تفرق معاك بشكل كبير جدا في الحرق بتاعك. ست حاجات ترفع الحرق بتاعك. والست حاجات دول مرتبطين ببعض ارتباط قوي جدا جدا. اولها يعني لو انت ابتديت من اي حتة. يعني ابتديت من اي حتة. شاور كده على اي حتة. يعني لو هنا. الامساك. حافظ على نفسك من الامساك. طب انا حافظ على نفسي من الامساك ازاي? لو انت بقى عندك يوم مفتوح. ايه ده? يعني يوم مفتوح بيحافظ على نفسي من الامساك? ايوة والله. بيحافظ عليك من الامساك. طيب موارسة الرياضة. اه ايه ده? ده دي مرتبطة بدي برضو. طب الالتزام بالنظام الغذائي. نفس الكلام. المية. النوم المبكر. شايف الستة دي. ست حاجات دول. دي دايرة. دايرة لو انت دخلت فيها ونفست فيها كل نقطة. هتلاقي ان انت دي بتسلم دي. التزامت بالنظام الغذائي. شربت مية. نمت كويس. هتحافظ على نفسك من الامساك. هتلاقي نفسك في اليوم المفتوح. بتاكل وانت مبسوط. هتلاقي نفسك بتلعب الرياضة كويس. هتلاقي نفسك ملتزم بالنظام. هتلاقي نفسك بتشرب مية. هتلاقي نفسك بتنام كويس. وهكزا. دايرة. دي بقى طبعا يعني خطة كده احنا بنقول. يعني مسلا ايه تقدر ان انت تتبعها. يعني تصلي الفجر مسلا. اه الصبح مسلا. الفجر مسلا على الساعة خمسة. خمسة اللي شوية. طيب انا مسلا اه بعد الفجر اول مسحة كده الفجر كده وانزل قبل ما انزل اصلي اخد مسلا تلت تمرارت وكباية حليل او اخد اي احدى من الاختيارات اللي موجودة عندي. تمام كده? وبعد ما وانا راجع من صلات الفجر اتتمشيت. مشيت حاجة. خلاص? وبعد ما اتمشيت ورجعت وهديت كده في نفسها. في البيت ابتديت ان اخد الفطار بتاعي. وبعد كده على الساعة تمانية اخد مشروب صخرا. وبعد كده على الساعة عشرة مسلا اخد الخضار. وبعد كده على الساعة اتناشر اخد كباية اهوة مسلا وليها في الاهوة. وهكذا بقى الساعة واحدة اخد الجزر بتاعي ومش عارف ايه. وافضل يعني انا بقول لك خطة طبعا يعني انت تقدر تمشي عليها ولا براحتك. يعني انا بس ده ده كسامبل يعني. ده جدول بقى لو انت شاطر تقدر ان انت تتعلقه على التلاجة مسلا او قدامك او على مكتبك. والله النهاردة السبت انا فطرت ايش تقدي لنفسي نقطتين. الغدا لدي لنفسي نقطتين. العشاء لنفسي نقطتين. شربت المية. فهتلاقي نفسك ان انت كل يوم بتتابع نفسك بنفسك. وبتدي لنفسك درجات. وتقيم نفسك على نهاية الايه? على نهاية كل يوم. وعلى نهاية كل اسبوع تدي نفسك من السبعين درجة. جبت كام سبعين من سبعين? لا جبت ستين من سبعين. طب انا اصرت في ايه? وهكذا. افرم معاك والله. كل الحاجات دي هتفرم معاك. بعض تمشي على دايما اقول لك ايه? يتمشي على انظامنا لما اقول لك مسلا كل وجبتين فطار وغدا. وفي ناس يقول لك لا. يعني انا مسلا اقول لك لا انا انا عايز امشي على سعرات حرارية. هنا مسلا بشرح لك. فبشرح لك اقول لك ايه? تقدر ان انت تاخد اربعين في المية من سعراتك في الفطار. اربعين في المية في الغدا. وعشرة في المية واجبة خفيفة كده. والوجبة العشرة عشرة في المية من سعراتك. طب انا يعني انت مثلا يعني انت لو انت راجل خلاص كده ومسلا عندك عشرين سنة. طب انا عندي عشرين سنة رجل وعندي عشرين سنة يبقى انا هنا مسلا. انا هو رجل وعندي عشرين سنة. طب انت نشاطك نوع ايه? بدون نشاط بدني? يعني يا دوبك كده بتروح شغلك وترجع ويعني ايه? حركتك قليلة? ولا بتفرهد نفسك شوية بتنزل تشتري حاجات ومش عارف ايه وكلام ده. ولا بقى بتلعب كرة وتروح وتجري وتعمل ومش عارف ايه والكلام ده كل. فكل واحد وليه النشاط بتاعه. طيب انا هنا مثلا انا اقول مثلا انا نشاطي متوسط. فخلاص انا بقيت عندي رنجات السعارات الحرارية بتاعتي حوالي من الفين وستمائة لالفين وتمنمائة. هنقول متوسط الفين وسبعمائة سعارة حرارية دي مثلا. وهكذا تقدر تطلع سعاراتك او متوسطات سعاراتك الحرارية. لان احنا برضو بنختلف يعني بنختلف اه في سعاراتنا الحرارية بناء على تكويننا العظمي. ولكن انا بابقى عايز يعني انت لما تيجي تبقى عايز مسلا تقول لي ايه? يعني اديني مثال انا ممكن ابقى كام. صح كده? يعني لما يجي واحد يجي وفق قدامي يقول لي طب اديني رقم انا وزني كام مسلا تقريبا. لو انا شايف مسلا اه اقول له والله انت بتلعب ما بين مثلا سبعين وتمانين كيلو مثلا. او سبعين خمسة وسبعين كيلو. اكيد مش هقول له انت وزنك مئة واربعين. يعني اكيد بالعين كده مش هقول له وزنك مئة واربعين وهو اصلا خمسة وسبعين كيلو مسلا. لكن او ممكن اقول له سبعين. ممكن اقول له تمانين. هو نفس الكلاب. انت برضو انت سنك من كزا لكزا متوسط النشاط. الرينج بتاعك كزا. لانها برضو قريبة كلها لبعض. يعني تلاقي مسلا هنا اول حد هنا الفين وربعمائة. اخر واحد الفين وتمنمية مسلا. هتلاقي هنا فئة الفين وربعمائة شبه هو. هتلاقي هنا الفين وامتين الفين. كلها قريبة لبعض. طيب انت بقى تحدد سعراتك الحرارية تاخد تقسمها. عايزك تقرى ده كويس قوي. وتريخد بقى مسلا سعراتك الحرارية وتشوف مسلا انا انا مسلا الفين سعر حراري في اليوم. اربعين في المية منها كام? تمنمية سعر حراري. تمنمية سعر حراري دول اقسمهم بقى ده زي كده يعني ده الدراسات دايما بتقول ان انت تاخد خمسة وخمسين في المية من نسبة سعرات الحرارية بتاعتك من الكربوهيدريات. عشر اه عيش روز مكارونا. اه فكهة كلام ده كله. تلاتين في المية بروتين. وخمسة اشر في المية دهون. انت لو بصيت كده هتلاقي اللي هو طبق الروز كارب. هتلاقي حتة اللحمة بروتين. الدهون اللي هو مسلا لو انت هتضيف اي حاجة مسلا على اللحمة او هي حتى جواها بتبقى فيه نسبة الدهون. فانت مش بتحتاج اوي دهون لان الدهون بتبقى مستخبية جوه البروتين. بس. فهتلاقي انت بتعمل نظامك بنفسك يعني. وده نظام المرضعات بيفرق شوية لان هو بيزيد من خمسمائة لتمنمية صحر حراري. وده نظام الاشبال. ودي بقى الكلمات والدلالية. يعني دايما بنبقى عندنا النظام بتاعنا نظام مسلا فيه بعض المصطلحات زي الجبن القريش. زي المسلا البيض المسلوق زي السمك البلطي يعني ايه? فطبعا فيه لهجات المغربية والجزائرية والشامية. تقدر ان انت تشوف الجداول دي. وتقدر تعرف يعني هنا مسلا دي باللهجة المصرية. وصادها ايه باللهجة المغربية? وصادها ايه باللهجة الجزائرية والشامية? وهكزا. شوف كده تفرج على التعليمات. هتلاقي الدنيا زبطت معاك يعني. هتلاقي الحاجة بقت سهلة قوي. دي بقى قايمة الفواكه المسموحة. اللي دايما بنقول لك تاخد من الفواكه المسموحة. لو انت عندك فاكه في النظام تاخد فواكه مسموحة. طب ايه الفواكه المسموحة? زي مسلا الحاجات دي كلها. حتى حطنا بالصور عشان تبقى شايفة. يعني مسلا دي عندنا في مصر مسلا اسمها البشمال. اسكيدنيا مسلا دي هي اسمها اصلا كده. لكن انا لو رحت الراجل تقوله اديني بالاسم ده مش مش هايفهم وانا عايز ايه مسلا عندنا في مصر. خلاص كده. اه اه مسلا ده. ده كريز مسلا. وهكزا. فانت هتلاقي مسلا عندك دي قيمة الفاكهة. ودي بقى الجداول اللي بتقول لك بقى مسلا الفاكه بتاعتك دي عبارة عن ايه? تاخد منها ايه? مسلا. يعني البطيخ طبعا البطيخ ابتدى يزهر. فبديل ثمرة الفاكهة من البطيخ قد ايه? بتنجرى? يعني طعلك حتة البطيخ كده ويحطهم وزنهم تقريبا كده طبق صغير هو ده مسلا ايه? بديل ثمرة الفاكهة. الموز نص موز. الليه? الموز الواحدة مئة وعشرين سعر حول كبير الموز. دي الممنوعية طبعا بترفع السكر بشكل سريع بتجوعك يعني خليها في اليوم المفتوح. دي بدال الخضروات كتير بدال كتير. الطماطم والبصر والفلفل لاخدر والجزر والارلميت قد ايه? كروم بتاخد منه قد ايه? البتنجان. ناس كتير بتسأل على الحاجات دي. فقدامك اهو دي بدائل الخضروات. دي بدائل نشويات يعني الناس كتير تقول لك انا عنديش مسلا النهار ده روز ممكن اخد برغل. طب ما عندك اهو? طب يعني في اخد فريك اهو موجود اهو? طب الشعير معاكو اخبره ايه? اسئلة كتير بتسألوها. بتلاقي الاجابة. الاجابة جوه النظام. بس يعني يعني ممكن تكون انت بس مش فاضي شوية ان انت تتفرج على بيت النظام. لكن انت والله هتا مباهر لما تلاقي ان احنا يعني مفيش اه اي حاجة احنا فوتناها بنبقى. ليه ما فوتناهاش? ده بالخبرة. عشان انت كنت بتسأل. فاحنا كل ما بنلاقي حد بيسأل على حاجة بنحط لك المعلومة بتاعتها علشان يعني غيرك يستفيد. دي البروتين بقى. قد ايه البروتين? سمك البول تاخد منه قد ايه? البوري. بس طب يتشوي ازاي? سنجاري عشان خاطر يتفتح وبتاع. لان البوري تقيل. سمك سطواني. اي سمك سطواني تخاف منه? الجنباري طب اخد منه قد ايه? السلامون. التونة الفريش. كلام ده كله. وطبعا دي البدايل كلها ليه البروتين بالكميات. وده البروتين النباتي. وبقول لك هنا ممكن تاخد بديل البروتين نباتي مرتين في اليوم. سوري في الاسبوع. ممكن مسلا لو انت عندك يعني مسلا الازمة في التوفر البروتين العادي حتى لو لو مش عارف تجيب الجبنة الاريشة والبيض. فخلاص ممكن استخدم البروتين نباتي. هيفر معايا. خلاص ماشي مش مشكلة مرتين في الاسبوع. دي المشروبات طبعا كمياتها قد ايه? ودي الممنوعات دايما يعني دي تقراها كويس جدا وتشوف وانا كتب لك حتى السبب يعني انا كنت دايما انزل مع الممنوعات دي من غير مكتب الاسباب الناس كانت بتقول لي يا مهندس هو انت ما بتكتبش الاسباب ليه? او او ازاي دي كلها ممنوعات? وايه السبب فيها? فابتديت اكتب لك حتى الاسباب. يعني الاسباب يعني. يعني مسلا يعني البطاطا والبطاطس مقلية والشيبسي. سعرات عالية جدا. مقلية والحاجات دي نقدر نحنا نبدلها في اليرفراير مسلا لو انت بتحبها. او في الفرن. المغبوزات من البيض غير صحي وبترفع الانسولين في الدم وبترفع السكر في الدم مرة واحدة. اللحوم المصنعة ده ده يعني دي توصية بنظامة صحة العالمية بتقول لك دي مسببات الكانسر. فعندك بقى شوية حاجات يعني الجبن الرومي اللي هي بتشتياه من بره دي كتير منها للأسف الشديد بيبقى غير صحي عليها دهون نباتية سيئة جدا 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 يعني. ما خلي لايات الحلوات الكباب والكفتة طبعا. انت بتقول لنا ناكل لحمة ما عندنا كباب وكفتة اجيبه من بره طبعا. يعني هنقول ان كتير من الاماكن اللي بتبيع الكباب والكفتة عشان تعملها لك وتكسب من وراها. بيكون عامل كمية دهون غير عادية. ده غير الناس بتضيف عليها صوية وفي ناس. في طبعا في محلات بتبيع الحاجة دي بشكل نظيف. يعني بس بتبقى غالية. ولاي الاول لما انت يعني تبقى ضامن حد. يعني للامانة عشان ما تحقش على بعض يعني. آآ فيعني اعمل حاجتك في بيتك. يعني الحاجات اللي انت تبقى شايف ان هي مش شايفة قدامك. مش فرخة مش شوية قدامك. لأ دي في حاجات فيها ممكن تتحط عليها دهون. فدي مش صحية يعني. المبيضات المشروبات والمشروبات الجاهزة الكريمر والحاجات دي كلها دي كلها سيئة جدا. خلطات والوصفات بقى العك اللي هو بتاع مش عارف ايه. كان في حد كاتب في التعليقات آآ شربة الكرومب والكلام ده كله همشي على نظام شربة الكرومب. يعني يعني الله يردع عنكم. حافظوا على صحيتكم شوية بدل بلاش العك وبلاش يعني هنقول ده جاهل بالتغذية. يعني يعني لما بعمل كده انا جاهل انا انسان جاهل بالتغذية والتغذية السليمة تجاه نفسي. فلازم تبقى فاهم ان ما فيش حاجة بتعمل كده. ان لازم عشان تخس لازم نظام غذائي. صح. آآ دي بقى الممنوعات المواقعة طيب. ليه? يعني عشان في بعض الناس تقول لك ايه انا قعدت شوية فعدت ازاز ليب. آآ انا والله ما كنتش اعرف ان ما ينفعش مسلا آآ اكل بسلة. آآ فكنت باعتبارها خضار فعشان كده كان وزني سابت. وهكزا. فدي مسلا القلقاس البسلة دول ليه ممنوعين مؤقتا. علشان اقول لك خد بالك من الحاجة دي لان فيها كمية كاربوهيدريتس عالية. انت بتعتبرها خضار لكن هي كارب. واحنا النظام او اي نظام عشان تعرف تجيب منه نتيجة لازم تكون متحكم في الكارب. لازم تكون شايف الكارب. فلو هتدخل الحاجات دي على اساس ان هي كارب تاخد كمية القلقاس مسلا بما يقعادل كمية الكاربوهيدريتس لو انت عندك نص رغيف في عيش. فتقول لي طب انا هاخد بديلها النفس السعرات القلقاس اقول لك ماشي. هقول لك ماشي على البسلة. لكن انا لما اجي اقول لك ممنوعات الموقعات عشان اقول لك خد بالك عشان تيجي تسألني. تقول لي ايه ده? بسلة دي مش خضار. مش لونها اخضر. هقول لك لا ده فيها كارب. فاخد بالك من الحاجات دي. اه وبس يعني انا يعني اه ربنا كده ينفع بينا وان شاء الله كده ربنا يعينكم واويكم وان شاء الله كده دي كانت الممنوعات التعليمات مهمة قوي ان انت تشوفها. الناس اللي وصلت لنهاية الفيديو بشكركم جزاكم الله خيرا فلياشهدوا الله اني احبكم في الله ولياشهدوا الله اني سعيد ان في ناس زيكم حرصين ان هم يتفرجوا من اول دقيقة لاخر دقيقة حتى ممكن يستفيدوا باي معلومة. تحياتي ليكم ولا تنسونا من صالح الدعاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسهل الطرق للوصول لانزمة لو نفسك تخس اولها تطبيق لو نفسك تخس اللي تقدر تحمله من على جوجل بلاي ولا هيجي لك اشعارات بشكل يومي من التطبيق علشان تشجعك وكمان تقدر تدخل جوه التطبيق علشان تشوف نظامك يوم بيوم وكمان جميع الانزمة ولو ما عندكش اندرويد ادخل على موقعنا الرسمي لو نفسك تخس واشترك في قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس اللي فيها كل الفيديوهات التشجعية والحماسية وكمان المعلومات المهمة جدا وادخل على قناة مطبخ لو نفسك تخس لو نفسك في اكل صحي رائع جدا جدا وباسهل الطرق وكمان تابعنا على الفيسبوك صفحة لو نفسك تخس الرائعة مع فريق عمل قوي جدا هيشجعك ويقويك ويدعمك خلال رحلة التغيير وادخل على انستجرام لو عندك حساب على الانستجرام هتلاقينا برضو هناك وبنشجعك وبنقدم لك النظام بشكل يومي من خلال الانستجرام اما لو عندك تليجرام فهتلاقينا برضو وهتلاقي قناة لو نفسك تخس على التليجرام اللي هتشجعك واللي هتوصلك المعلومات بشكل يومي اما تويتر فهتلاقينا برضو على تويتر بنشجعك وبنقدم لك النظام